صادف يوم أمس مرور الذكرى السنوية الثانية على رحيل المحامية والنشطة الحقوقية سلوى بوغعيكيس التي تم اغتيالها في الخامس والعشرين من يونيو عام 2014 التقرير أقولنا بالغازي تستغيث بالغازي تبرف لك الموتية لن تركع عامان مضياء على رحيل شهدة الكلمة المحامية سلوى بوغعيكيس بغدر يقبع ظالما على صدر الوطن لتسطر اسمها بدمائها على لوحة شرف الوطن ويتحول يوم رحيلها إلى أيقونة للحرية في بلادنا حياتها كانت حلما خاطفا ملأ الدنيا بنور الحرية ولكنه انطفأ فجأة على يد آثمة برصاصات غادرة اغتالت براءة الحلم في قلب من نذرت حياتها للوطن وماتت ثباتا على المبدأ الذي خرجت من أجله في السابع عشر من فبراير كانت الفقيدة مدافعة عن حقوق المرأة ودفعت فاتورة كفاحها من حياتها حيث قتلت في هجوم لملثمين اقتحموا منزلها بمنطقة الهواري وتوفيت متأثرة بجراحها جراء رصاصة في الرأس وطعنات متفرقة بجسدها وذلك بعد فترة وجيزة من إدلائها بصوتها في الانتخابات البرلمانية في الخامس والعشرين من يونيو لعام الفين واربعة عشر وسائل عربية وعالمية نعت الفقيدة التي شغلت حتى اغتيالها منصب نائب رئيس الهيئة التحضيرية للحوار الوطني فيما لا يزال زوجها المحامي عصام الغرياني والعضو المنتخب اخيرا للمجلس البلدي ببني غازي مفقودا حتى الان اخر ظهور لبقعيديس كان عبر محطة تلفزيونية كشاهد عيان على الاشتباكات التي جرت بين الجيش الوطني والجماعات الارهابية في مدينة بنغازي رحم الله الشهيدة التي كان لاستشهادها وقع الصدمة المدوية على قلوب كل دعاة الحرية ورحم الله وطنا فقد درة ابنائه